أذهب إلى الصفحة السادسة والستين بعد المائتين من المصدر نفسه من غيبة النعماني إنه الحديث السادس عشر بسنده بسند النعماني عن ابن أبي يعفور شخصية شيعية معروفة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الإمام يقول لعبد الله بن أبي يعفور أمسك بيدك ماذا هلاك الفلاني اسم رجل من بني العباس شخصية معروفة ربما هو الشخص الأول والأبرز في بني العباس أمسك بيدك هلاك الفلاني الفلاني اسم رجل من بني العباس وَخُرُوجَ السُّفْيَانِي وَقَتْلَ النَّفْسِ وَجَيْشَ الْخَسْفُ الخسف الذي يكون في بيداء المدينة وهذا سيكون عند الظهور من العلامات المقارنة لظهور الإمام والصوت قلت وما الصوت هو المنادي فقال نعم وبه يعرف صاحب هذا الأمر ثم قال الفرج كله كله هلاك الفلاني من بني العباس هناك شخصية عباسية في العراق إذا ما هلكت فبدايات الفرج تتحرك ليس بالضرورة أن تكون ظاهرة للعيان يعرفها من يعرفها كلمة خطيرة هذه الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس أعيد قراءة الرواية عليكم إنها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه علي يقول لابن أبي يعفور أمسك بيدك هلاك الفلاني اسم رجل من بني العباس وخروج السفياني وقتل النفس وجيش الخاس والصوت قلت وما الصوت هو المنادي فقال نعم وبه يعرف صاحب هذا الأمر صيحة شهر رمضان ثم قال الفرج كله الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس هذه الكلمة خطيرة جدا الفرج كله الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس إذا ما هلك الفلاني من بني العباس فإن الفرج تتحرك معالمه ربما بنحو ظاهر أو باطن لكن البداية قد بدت والنهاية للعباسيين قد بدت أيضا